اهلين يا عمر مرحبا عكف بيك كيفك ابني شو ساوتوا بالمصاري ان شاء الله حطيتوهم بمكان امين اشتروا دهب بيقسم منهم متل ما اعمل لك الدهب رح يرتفع انا عندي علم بكل شي صار مرت عمك حكتلي لكن حرقتوا كل المصاري ايه والله للأسف هيك صار للأسف والله انا ما عم بقدر صدقكن ابدا طلع عمر صراحة انت ما بتشبه الباقي يا ابنوب انا شايف فيك ضو امل يعني الكرامة والكبرياء شي حلو بس صدقني ما بيطعمه خبز واذا انت ضليت ماشي بطريق اخوك بتضل بمكانك وما رح تتقدم ابدا وانا هاد اللي كنت عموله مم لهالسبب انا تركت البيت مم تركت البيت طيب وين عمت نام ببيت واحد صديقي برافو عليك حلال عليك انت ما لازم تخليون يزلوك طلع انا طلعت من الصفر للقمة كيف طلعت لو اني ساويت اللي قال لي عليه ابي لكن تلساعتني هلأ عند الرجلين عم صلح صرامي بس انا ما ارضيت ابدا اني ضلت تحت وانت شايف النتيجة طيب كيف صرت غني هيك انت بتحب تتعلم بدك توصل للقمة والله ممكن ما فيش شي اسمه ممكن لازم تكون متأكد يعني بتقول ايه بتقول انا رح اوصل للقمة بتحط هدفك وبتمشي لتوصل له انا رح اوصل للقمة ايه تعا خلينا انتمشى شوي كان عمري 17 سنة لما اجيت على اسطنبول حاطت غراضي بكيس نايلون تخيل ما كان معي حتى شنتاي تسفر كنت فقير كتير ما كان عندي ولا اي مكان نام فيه فنمت بالحديقة فترة دورت عشغل وما لقيت وبعدين صرت اشتغل عند بياع معدات انا كتير تعبت بالشغل واكبرت بعيون معلمي الغرض اللي حقه ليرتين بيعوا بخمس ليرات يعني كنت عم تحتال عن الناس؟ لا شو الحكي هات اي احتيال هاي اسمها تجارة ومتل ما بيقولوا التجارة بدي شطارة لنربح وبعدين اللي بده يشتري بسعر أرخص يروح يدور على الأرخص مو هيك؟ اشتغلت كتير واربحت كتير بس كنت أصرف قليل وبعد فترة اشتريت المحل اللي كنت اشتغل فيه بس ما تدللت وضليت عم بتعب وجمع مصاري وآكل بس خبز ومي بعدين شفت بناية كانت واقفة بنصها قلت لحالي يا عاكف انت اشتريه وبنيه اشتريتها قسيتها وبعتها واشتريت غيرها وهيك لحدة فتت بتجارة العقارات وبعدين بالصدفة تعرفت رفت ع المرحوم اللورد كينان وانت بتعرف الباقي أساساً ايه وأنا كمان حابة ببلش من شي مكان بس بالأول لازمني شغل تعال اشتغل عندي عمر بلا جد؟ طبعاً عن جد رح تقدم لي هالمعروف؟ شوفي مزح بيناتنا انا بعرف الشخص من عيونه يا ابني وانا عم شوف ضو كبير فيك رح يجي يوم وتكون رجال كبير بعد ما تطلع من المدرسة بتجي ع الشركة يعني بتصير مساعدي تتدرب عندي موافق عاكف بيك تمام بس اسحك تهملت روسك معنك سمعان الجرس يلا على صفك يلا شكراً لك يلا الله ينور لك طريقك شوفي يا يصور تبضحك كتير اشتركوا في القناة